لكن دكتور حاتم فيه ناس مفتونة بموضوع الأحلام والرؤى يعني هو عايش حياته الحقيقية بارتباط وثيق جدا بما يراه في المنام يعني صحي من النوم شايف حلمه معين يقولك أنا النهاردة مش رايح الشغل أنا مش خارج من البيت ثم إنه البيئة والأحداث أيضا أصبحت مسيطرة على دماغ المشعوزين اللي بيلعبه بعقول الناس فدلوقتي كل المفسرين أي حد بيحلم بحاجة يقولك ده ده عفتح السيس ده هو واخد ملك إزاي كل حد كل المفسرين أو اللي بيدعوا التفسير الآن في القنوات كل حد بيُعرض عليهم سؤال يقولهم آه ده المقصود أو دخل جنة وأطفهم عناب وكلوا منها عناب والكلام ده كله الحالة دي بس وطبعا يعني فاسأل به خبيرا أنا أعتقد أنني من أقل خلق الله رؤية للأحلام أصلا كل سوعة ثمان سنين كيما أشوف حلم يعني والله أعلم يطلع رؤية للأحلام المبالغة في الانشغال بهذه الأمور ليست محمودة على الإطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على ذكر ما تفضلت به لا طيارة في الإسلام وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفقل الحسن فمسألة التشاؤم وشافت حلمه معين فما تروحش الشغل وما تروحش فرح بنت خالتة ومش عارف إيه والخضوع للسلطان الأوهام أيوة مش الأحلام بقى إفساد للدنيا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذها بالأسباب وأن نسعى وأن يكون عملونا على وفق السنن التي سنها لعباده والأحلام يعني لا تشغلنا كثيرا اللهم إلا إن كانت رؤية صادقة وهذا في الناس عزيز جدا إحنا عندنا مرض إسه مرض الأحلام ومرض إسه مرض السحر ومرض وفي السجون بتكسر رؤى يعني لدرجة لما كنا في فترة الاعتقال كان من القرارات الصائبة الحكيمة أنه أنا تعجبت كان فيه أمرين يقولك ده خط أحمر لا كان فيه خطين حمر ممنوعين في السجن لنتكلم على إدارة الإخوة لبعضين ممنوع الرقي وممنوع تفسير الأحلام ممنوع فأقولت أنا أشوف الناس الكبار أتناقش معهم بعيدا عن الإخوة بتقول ليه يعني لكي لو ما أمروا مشروع شوف بقى فرق الخبرة قالوا لي السجن قرين الرؤى صاحبين السجن شافوا الرؤية ولو فتحنا موضوع التفسير والتأويل هيبقى نص الناس بيحلموا نصوهم إيه بيفسروا وهنعيش دواما هذا أمر أول قلت له بطيبوا الرؤية قالوا الضيق النفسي هيبسر كله على إنه إيه على إنه بس وجن فلا يتم إلا في الحالة اللي إحنا بقى أكتر من واحد عارف إنه ده تحتاج إلى إيه كونسولته تحتاج إلى رؤية حتى يبقى الأمر إيه يبقى الأمر من ضبط لكن في شيء مهم في قضية الرؤية إنه فيه نوع من الرؤية مختلف تماما وهذا حق لكل من رأاه من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لمن رأاني في المنام فقد رأاني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورته لكن ومع ذلك هو حق لكن لا يدل على فضل ولا شرف فقد يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو يحذره من ضعف في دينه أو قد يرى النبي على حالة على غير حالته الحقية فتفسر يعني رأى النبي ضعيفا مريضا في الرؤية يبقى يفسر بضعفه ضعف ديني وضعف سنته والتزامه لكن لها شروط أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لها شروط لأنه ممكن يقع في نفسه أي حد أنه شوف واحد يقول لك رأيت النبي وكان الصحابة يستوفقوا من هذا جدا سيدنا أبو هريرة جاء رجل من أهل البادية فقال له لقد رأيت رسول الله قال صف لي يا رجل الذي رأيت قال صف لي من رأيت قال لهش إيه ولا أوصف فقال له ربعة أزهر لا بالطويل ولا بالقصير لا فمر شاب كان سيد الحسد قال هذا الذي رأيت هو ده اللي شفت في الرؤية فقال له رأيته ورأيته نعم وذلك هو ده فقال له ده الحسد إذا أن يرى على أوصافه الحقيقية التي جاءت في الحديث الصحيحة لكن أوصافه الصحيحة الموجودة في كتب السير نعم صحيح والعبرة أيضا بالرؤية لا بالسماع من رآني فقد رآني حقا ولا يقاس عليها السماعية والسماع ده النبي قال لي في المنام لا تثبت بها أحكام شرعية أيوة قال لي ما تصليش في الجامع قال لي عجبني أحد الإخوة كان إمام الجزائر وكان صاحب طرفة ما راح لوحد بيقول له أنا رأيت النبي في المنام قال لي عجيلك تعطيني ألف دينار قال له إن شاء الله قل له بس يقول لي وأنا هده منك ما ييجي يقول لنا لو شفت النبي هاديك ألف دينار نعم